بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع لفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتطا وأننا ضمننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا امرهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شليلا وسهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأننا ضمننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حقبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساد ذا لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدني أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضع من رسول فإنه يسلف من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط مما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم